المتهمون ينجحون بالهروب من قاعة المحكمة والشرطة تدفع ثمن أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام هذه اللقطات سجلتها كاميرات المراقبة بولاية أريقون الأمريكية في لالوبوس هذا المتهم بقريمة قتل والبالغ من العمر 28 عام وفقاً لقانون هذه الولاية يتم إزالة القيود من على يديه وقدميه وبعد إزالة القيود من على يديه وقدميه المتهم ينطلق في لالوبوس بسرعة هائلة محاولاً الهروب من المحكمة انظروا كيف حاول الشرطيان الإنساك به ولكن رياقتهما البدنية لم تسمح لهم بذلك نقح المتهم بالفرار وبعد تعقب وبحث طويل تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه ويعادته إلى المحكمة ووضيفت إليه تهمة جديدة وهي تهمة الهروب من المحكمة وهذا متهم آخر هرب من المحكمة وحاولت الشرطة الإنساك به شاهدوا كيف قام الشرطي بقفزة انتحارية محاولاً الإنساك به لكنه وقع وبعد ذلك تم نقل الشرطي إلى المستشفى وتبين أنه يعاني من عدة كثور في أغلاعه ترجمة نانسي قنقر